بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم انا معكم احلام شهين ودي كونيتي الفن ببساطة اه عايزة اقدم الفيديو ده لكل الناس اللي بتشتغل في الديكوباج ومحتاجة الوان لكل الناس اللي بتبدأ بتدخل على الجروبات تقول اشتري ايه وابدأ اجهز نفسي ايه احنا بنحاول نخفف عليهم هنبتدي الالوان بتاعتنا تلات الوان فقط هي الالوان الاساسية وتعرفي من خلال الفيديو ده ازاي الالوان الاساسية بتاعتي هطلع منها عدد كبير جدا من الالوان عدد كبير او من الالوان اه الفيديو هيعجبكم انا بعتبره اهم الفيديوهات اللي موجودة على القناة عندي يعني لغاية دلوقتي حوالي سبعين فيديو انا بعتبر ده اهمهم لانه هيفيد ناس كتير جدا اه قبل ما نشوف الفيديو الناس اللي لسه مشاركتش في القناة تشترك في القناة اشتراككم هيساعدني جدا ونعمل لايك للفيديو لو عجبكم ونبدأ مع بعض كده نشوف لو انا هنزل وهبدأ المشروع بتاعي هبدأ لسه تعلم ديكوباج او حتى لو عاجيني تسراميك وعايزة الون بالوان كتير مش عايزين نكلف نفسنا وهننزل مع بعض نبدأ بالتلات الوان الاساسية ايه هي الالوان التلاتة الاساسية؟ او الاهم تلاتة الوان الاحمر والاصفر والازرق دول التلاتة الاساسيين ممكن اجيب معهم الابيض والاسود على الاساس بفتح وبغمق وهشوف دلوقتي الابيض هيبقى له فوايد كتير انما التلاتة الاساسيين عندك الاحمر والاصفر والازرق لو خلطنا كل اتنين ببعض بنسبة واحدة يعني ايه نسبة واحدة؟ يعني حط زي ما حطت احمر حطت قده اصفر او زي ما حطت احمر حطت قده ازرق او اصفر وازرق قد بعض المهم من نسب واحدة هتطلع عندي من التلات الوان تلات الوان تانيين هنسميهم الالوان الثانوية يبقى امتى تطلع عندك الالوان الثانوية؟ لما خلط الالوان الاساسية بنسب متساوية طيب انت كده خلتي التلاتة ستة؟ طيب نخلط مين على مين عشان يطلع البنفسيجي ونخلط مين على مين عشان الورنج وعشان الاخضر؟ نبص مع بعض كده في الرسمة دي؟ ادي الالوان الفرعية اللي تطلع من الالوان الاساسية لو حطنا نسب متساوية من الاصفر والازرق هيطلع الاخضر نسب متساوية من الاحمر والاصفر طلع الورنج او البرتقاني نسبة متساوية من الازرق والاحمر هيطلع عندك البنفسيجي يبقى احنا كده من التلاتة الاساسيين طلعنا عليهم تلات الوان تانيين طلعوا منهم الالوان الثانوية تمام؟ ادي كده تلات الوان اللي بقوا ستة تعالوا نكمل كده مع بعض الرسمتين دول يعتبروا مراجعة لللي فات مراجعة زي المهنة لسه مقصر على الواحد التدريس لسه طغي على تفكيرنا بحب اعمل مراجعة بص الكل رسمة من دول كده الرسمة اللي على يمين التلاتة الوان اللي جوه الاساسيين اللي احنا خرجنا منهم التلاتة اللي برا وحتى الرسمة اللي على يمين بين قوي ان الاصفر والازرق انا محواطاهم من برا بالاخضر ان الاصفر والاحمر محواطاهم من برا بالأورنج الاحمر والازرق متحواطين من برا يعني نتيجة مسجوهم هيبقى البنفسيجي وهكذا برضو الدائرة التانية فده بس الرسمتين يفكروكوا كده احنا بنخلط ايه على ايه عشان يطلع عندي الالوان طيب احنا كده عرفنا التلاتة الوان الاساسيات طلعنا منهم ستة اه اساسية وثانوية طب الدايرة دي فيها 12 لوني طرح نعملهم ازاي الاولى افكركم في الدايرة دي بالتلاتة الاساسيين اهم ازرق واحمر واصفر ولما كنا بنخلط كل اتنين مع بعض بنسبة متساوية كان بيطلع لون ثانوي يعني لما خلطنا الازرق والاحمر طلع البنفسيجي ولما خلطنا الازرق والاصفر طلع اخضر والاصفر والاحمر طلع الاورنج اللي هما التلاتة اللي السهم الاخضر بيشورع اليوم الثانويين طب الالوان اللي معلاش السهم دي طلعناها ازاي طلعناها لما خلطنا الالوان الاساسية بنسب مختلفة مش متساوية بقى تعالوا بصوا معاي في الدايرة فوق البنفسيجي اللي فوق نتيجة ان انا خلطت احمر وازرق متساويين طب عايزة زود الازرق عن الاحمر هيطلع لدرجة البنفسيجي المزرق عايزة زود الاحمر عن الازرق هتطلع للبنفسجي المحمر خدتوا بالكم البنفسجي فوق تلات درجات يبقى انت زودتي الازرق عن الاحمر اتغيرت الدرجة زودت الاحمر عن الازرق اتغيرت الدرجة عرفت من الازرق والاحمر اطلع تلات درجات بنفسجي تعالوا نمسك الاحمر والاصفر على الدايرة كده الاحمر على الشمال والاصفر تحت لما خلطناهم مع بعض تلعي الورنج ده امتى لما كانت النسبة متساوية على قد ما حطيت اصفر حطيت قده بالزبط احمر طلعي الورنج اللي في النص بينهم طيب عايزة اغير النسب زودت الاصفر كميته عن الاحمر هيديني اللون الهفان يعني بصوا اللي علي مين الورنج الجملي او الهفان طب لو زودت الاحمر شوية عن الاصفر اداني لون من الورنج اورنج محمر اورنج محمر شوية نفس الشيء تعالوا بقى على اللونين الاساسيين ازرق واصفر الاصفر تحت والازرق فوع اليمين لما خلطناهم بنسب متساوية داك الاخضر مكتوب عليه جرين طب الاخضر اللي فوق منه ولتحت منه درجاتهم غريبة شوية اخضر مزرق اخضر فاتح كده زرعي كده لما غيرت النسب الازرق لما زودته شوية اداني نقول عليه في النص دا ازرق مخضر يعني ازرق مخضر كده حاجة بين الاتنين ولما الاصفر هو اللي زودته عن الازرق اداني اللون الاخضر الفاتح اللي احنا شايفينه يبقى انا كده طلعت من التلاتة الاساسيين اتناشر لون بقى معاك اتناشر لون لو انت هتبتدي مشروعك او دراستك او التدريب بتاعك بالتلاتة الوان الاساسيين عرفنا كده نخرج منهم اتناشر لون ازاي طيب الديكوباش بالذات انت اللي بيحكمك في الالوان المنديل اللي عليه الرسمة اللي انت هتحطيه وعازة تبتدي تحطي الخلفيات حواليه او زا كنت هتوزعي المنديل عايزة تدرجي درجات من الالوان متناسبة مع خلفية المنديل او مع الوانه او قد بلاقي درجات من اللون مش موجودة حتى في الاثناشر دول اطلعهم ازاي وانا بدأ الفكرة بتاعتي ودراستي للديكوباش بالوان قليلة هقولك مثلا في بعض الالوان زي التركواز زي الفوشية انا مرة رسمت رسمة وعملت فيها ورد فوشية وابدا ما قدرت افتكر خالص الفوشية ده انا طلعته ازاي يعني ما عنديش فوشية بس كنت رسمة رسمة جميلة كده على باب المطبخ وفيها ورد فوشية معرفتش ابدا طلعت الفوشية ده ازاي لغاية لما اعطى ابحث بق على النت عشان اشوف اللي انا هطلعه لكو دلوقتي فالفوشية والتركواز مش من ضمن ال 12 دول ازا فيه الوان تاني غير الاساسية وغير الثانوية وغير الوسطية اللي احنا بنقولها فيه نوع رابع من الالوان بقى احنا مش بنطلعه باستخدام اتنين اساسين مع بعض لا ممكن ندخل ثلاث الوان مع بعض منهم الاساسي ومنهم الثانوي يبقى لنا هورهم لكو دلوقتي تشكيلة الوان بتطلعيها باستخدام خليط من الاساسي والثانوي فهيديك الوان جميلة جدا هنشوفها مع بعض ادي الفوشية اللي غلبني بصوا كويس على الدايرة دي كده فيها الفوشية وفيها التركواز اللي هما ما كانوش موجودين في ال 12 اللي فاتو الاحمر والازرق هيديني فوشية والازرق مع الاخضر هيدي درجة التركواز اللي انتو شايفينها يبقى دي لونين تانين حلوين جدا طلعناهم من الالوان الموجودة عندنا التركواز والفوشية طيب الالوان الجديدة بقى تاني اللي احنا عايزين برضو نوصل لها وما تقلتش في اللي فات الدايرتين اللي تحت دول يشبهوا الدايرة اللي فوق مع بعض الاختلافات اوقات يحط لي سانوي على اساسي واوقات اتنين سانوي واوقات اتنين اساسي وطلع لي الدرجات اللي بينهم فبرضو الناس اللي عاد تستفيد بص للدرجات اللي موجودة في الشكل السلاسي اللي في النص الناتج عن كل دايرتين يعني الفوشية مع التركواز دول الاتنين اه من الدرجات اللي فوق الفوشية مع التركواز الداني الازرق الفوشية مع الاصفر الداني الاحمر الاصفر مع التركواز الداني الاخضر يعني الالوان دي رجعتك للأساسية لو انت عايزة جدا للي موجودة فوق. عايزين نشوف الوان جديدة كده. الرسمة اللي عليمين انا جايبها لكم مخصوص عشان فيه كام لون ما قلنهمش في اللي فات. يعني مسلا اللون البني. ما قلتش البني في اللي فات خالص والبني اوقات بحتاجه بدرجاته. فانت عندك الاحمر والاخضر. يعني بقى عيشي حياتك معاهم تزاودي ده شوية تناقصي ده شوية وطلعي منهم درجات الاخضر اه سوري درجات البني اللي انت حباها. اللون اللي تحت البني برضو ده لون فصدقي كده. يعني انا ما عابش بيسموه ايه لكن احنا نقول عليه فصدقي بين اصفر والاخضر خريط كده بينهم برضو درجته حلوة. اللي قبل الاخير هو طالع هنا في الالوان فوشيا لكن هو بنك. المفروض اللون البنك. بيبقى الاحمر والابيض وتغيري في الدرجات عشان يطلع لك درجة من درجات البنك. اللون الرمادي ما قلنهوش قبل كده برضو. فالرمادي موجود عندكو في الرسمة اللي على اليمين. آآ درجات الاسود والابيض كل ما بتزودي وتقليلي بتديك كل درجات الرمادي اللي انت عايزاها. كل ما الاسود يقل او يزيد درجات الرمادي بتدي الفاتح والغامل. الرسمة اللي على الشمال. الالوان اللي بتطلع نتيجة خلطة او مسجق تلات الوان مع بعض. والجديد فيها ان انا بستخدم الابيض. اللون الابيض داخل مع الوانات كتيرة عشان يديك درجات تاني جديدة ممكن ما شوفناهاش في اللي فات. زي مثلا اللون اللي اللي تحت على يمين ده يعني بنفسجي واحمر وابيض مدي درجة لون جميلة قوي قوي برضو دي طلعتها مرة اللون البدنجاني يعني هو مش بنفسجي هو حاجة زي البدنجاني كده درجته جميلة قوي صعب انك هتلاقيها بره في الالوان لكن انت ممكن تمزجيها وتطلعيه. فاللون البدنجاني ده جميل جدا في درجة من درجات الفوشية موجودة فوق خالص في الاول المهم من الرسمة التانية استفدي بيها في خلط الابيض والرسمة اللي على اليمين استفدي بيها بالالوان اللي ما قلنهاش في اللي فات زي البني وزي الفوشية اللي تحت وزي الرمادية. آآ اخر رسمتين هرهم لكم الرسمة اللي على الشمال برضو احتفظوا بيها مع الفيديو ده هتفدكوا كتير في خلط كتير من الالوان والدرجات آآ كتير منها قلناه آآ والبعض آآ ممكن يكون جديد لكن الغالبية انا قلتها فيها كمية درجات حلوة جدا جدا الالوان آآ ترجع لهم وتشوفيهم آآ اخر حاجة بقى بنعرف الناس بس دايما نسمع كلمة الالوان الساخنة او الدافئة والالوان الباردة فالديرة دي بتعرف لكم آآ ايه هم النوعين اللي بقول عليهم الساخنة والباردة الالوان الساخنة طبعا او الدفئة الاصفر والبرتقاني والاحمر وسموهم ساخنة او دفئة لانهم دايما بيفكرون باللهب او بلون الشمس او لون النار فدي كلها حاجات بتبعث على الشعور بالدفء فسموها الالوان الدفئة او الساخنة الالوان الباردة فنقص التاني من الدايرة تلاول بنفسيجي والاخضر والازرق وسميت الوان باردة لانها بتفكرنا دايما بالماء او السمى او الخضرة ودي كلها حاجات بتدي احساس بالبرودة وبالانتعاش آآ يا رب اكون افتكو وعرفنا ازاي نقدر نمزج ونخلط الالوان وازاي بالتلات الوان الاساسيين لو اشتريت معاهم الابيض والاسود هيبق عندي مجموعة هائلة من الالوان المختلفة بدرجتها تقدر تفنني بيها بقى ازاي ما انت عايزة واشتغل ازاي ما انت عايزة سواء بتعملي الوان آآ اكريلك او بتعملي شغلي يعني دي كوباش بيها او سواء حتى بلون عجلين سراميكو عايزة ادي الوان جديدة مش موجودة ومش مألوفة اعملي المزجي آآ بين الالوان ده وان شاء الله الفكرة تكون عجبتكم والفيديو تكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديوهات تانية ما تنسوش لايك واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته